وهي سؤال في الحقيقة يبدو للإنسان إنه هو ده من حقه بس هو مش من حقه إحنا أوقات بنتدلل على الله زي بنتدلل على الناس أقول لك ساعات كتيرة خلينا نقف هنا شوية وقول لك حاجة ساعات كتيرة بنتعامل مع ربنا زي بنتعامل مع أبائنا وأمهاتنا بنتدلع عليهم بنتدلع عليهم يعني إيه؟ بنحس إن إحنا لدينا حق عليهم أصلحنا اللي خلناهم أباء فلازم يدونا بعض الناس بيتعاملوا مع ربنا أصلحنا اللي خلينا ربنا لا 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 أستغفر الله العظيم الله ليس في حاجة إلينا وليس في حاجة لخلقي فمحدش يتذلل لكن لازم نعرف أن الله سبحانه وتعالى يتعامل معاك بما يصلحك سبحانه وتعالى فهو ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معك بما يصلحك فلين تفيه ده الله سبحانه وتعالى بيقول لك إنه هو سبحانه وتعالى ما حقلكش مرادك هل هو نفسه يعلم مراده ويعلم مراده التي يسلحك ولا لا ربنا هو العالم هو اللي علم عننا كل شيء ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير فلو عرفنا ده هنبتدي نصبر ونهدى لأن إيه اللي حصل الله يدبر الأمر والله سبحانه وتعالى كل شيء نعنده بمقدار والله سبحانه وتعالى لطيف بعبادي والله سبحانه وتعالى إيه اللي حصل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخف وعشان كده حضرت النبي علمنا أن احنا من استعجلش حتى ولو في أشد الظروف صعوبة في قصة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أروع ما يكون قصة رسول الله سلم قالها لصحابي في ظرف صحاب والظرف ده كان مهم أن احنا نتعلم فيه درس عدم الاستعجال ودرس كمان أن احنا لازم نتحلى لأن الصبر ما الصبر مش مر الصبر هو اللي بيخلينا نشوف حلاوة تودد ربنا سبحانه وتعالى وتدبيره لنا عندما نتنور بأنوار الحكمة ترجمة نانسي قنقر